الله هي كتبت قبل أن تولد وتكتبها اليوم وليس من سنوات وستكتب غدا أولاً هي لو تكتبت هي تكتبت في 2010 وقيلت في 2010 لكن إن شاء الله إن شاء الله هيجي يوم الجيل العربي كله يقول إن كان فيه ودى سمراني كده من كم سنة كان بيتمنى إن العالم العربي كله يبقى وحدة وحدة أنت قدمت مشروع زي ده للجامعة العربية آه آه ودعمته الجامعة العربية بس نحن بندعم على طول نحن بندعم أو بنسجب بانودين يعني إيه جديد نحن عملنا حملة اسمها معا لإلغاء التأشيرات بين الدول العربية نعم وروح تسجلتها في جامعة الدول العربية متهاية لـ 2012 وكانت كانت كانت قايمها السفيرة السفيرة البحرينية كانت هي اللي مسك نائب رئيس جامعة الدول العربية أنا بس مش فاكر أسامية وبالفعل اعتمدوها أنه هم رعاة لهذه الحملة وتحركنا وروحنا دول عربية كتيرة وكنت أجف على المسرح والسلوجين الشعار بتاع الحفلة معا لإلغاء التأشيرات بين الدول العربية كان فيه ناس بتهاجم على أساس أنه يعمي عنه هو الحدوتة شعر يعمي عنه هو آه على فكرة الحدوتة شعر أنت أنت مجرد أن أنت تحافظ على الرأي العام أحنا مش متخزين قرار الشاعر مش متخز قرار ولا أنت يا خيري وإنت إعلامي جبير وإسمي جبير بس أنت مش متخز قرار لكن عليك دور عليك دور أن أنت تحافظ على الرأي العام في الشارع العربي إنه 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 أنا رجل دراسات أولي إدارة أعمال يعني يعني أنا أنا مش بتكلم كلام أجوف الإمكان إن كنا هنلغي التأشيرات بين الدول العربية هي هي لبنة أولى لكنها مش هي الحدوتة أحنا لسه مستنين سوق عربية مشتركة لسه بستنين تصنيعها بنسمعها الكلام ده كتير الشاعر بقى مع كل الصدمات اللي بيشوفها والصدمات والعالم العرب اللي احنا عايشينه اللي بتفكك وبتقسم زي قطع مش عارف البازلز عادين يشلونا ويفكونا ويركبونا تعرف تبقى متفائل ومحتفظ بابتسامتك دي؟ جدا جولي ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن تاريخيا الأشياء تحدث تفكك إيه؟ وصراعات إيه؟ وصدمات إيه؟ خيري ده ده في حاجة اسمها الاتحاد الأوروبي اليورو دول من خمسين سنة موتين من بعض خمسة وخمسين مليون بني آدم هوا احنا عملنا كده؟ هوا احنا عملنا كده؟ لا 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 هوا احنا تفتكر إن احنا في محنة وفي ضيق وفي بتاعة لا خالص خالص ما لا احنا فيه؟ هي احنا احنا في بهتان في وضع ضبابي مش مفهوم بس حيطلع بطل حيطلع بطل وكل المحنة اللي احنا فيها دهين حتقلص احنا احنا شعب عرجنا واحد احنا شعب لغتنا واحدة بس هي محنة هي فترة هي 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 يعني سميها ايه؟ مش عارف انا يعني انا عن نفسي اراهم على ان على ان في الكام سنة الجليلين اللي يجيين دول العالم العربي حيبجى كتلة واحد والعالم العربي احنا مش عايزين يبجى دولة واحدة علشان الحكام بيخافوا لو انت مملكة وانت امارة وانت جمهورية وانت يا سيدي ما هو اليورو ما هو بلجيكا مملكة وفرنسا جمهورية احنا عايزين سوجة عربية مشتركة احنا عايزين عملة واحدة احنا عايزين عايزين الغاء التجارة لو ما يخلص النفطة ويطلع لنا نفط للدول الفقيرة بس عشان ايه؟ ما تبقاش طمعة بيخفوش على سراوات ما هو السراوات ما هي السراوات ما انا لسه بجلك انا دراسات عليا ادارية اعمال انا راجل اقتصادي يا خيري انا مش بتكلم كلام اجوف انا عارف ان الغاء التأشيرات هيعمل اندفاع للقوى العاملة نحية قطاعات اكثر القطاعات التعدينية بس بحكم السوج وبحكم الاواني المستطرقة وبحكم العرض والفلب هذا الاندفاع لا يدوم لأكثر من سنتين مثلا وبعا كده هتلجأ كل اندفاع رؤوس الاموال والعمالة نحية الزراعة كانت عمل ايه مع الدول المستعمرة اه طب ما هو ما هو يعني هي يعني هي الدول الاوروبية لما عملت الاتحاد الاوروبي كان على هوى لوسيا مثلا او كان على هوى امريكا لكن عملوها عملوها لان هم عايزين يعملوها عملوها لان كان في تفتيت ما بينهم لو لم يتحدوا كانوا تهرسوا بس احنا لسه احنا لسه مش مش فاهمين ده القوة النعمة اللي انت بتتكلم عليها دي دورها ان هي تحافظ على هذا الوعي النهاردة ادخل السوشيال ميديا هتلجأ فيه ناس بتتكلم في ان يا عم وحدة ايه يا عم احنا مش عايزين ده عم ده اسرائيل احن علينا منك يا عم ده مش عارف ده ده الفساد الفكري اللي بيحاول ان هو يستشري جواك دورك كقوة نعمة كاعلام كشعر كمسرح كغنى كفن كأي كسينما دورك ان انت تفضل محافظ بس على على رغبة هذا الشارع الشارع العربي في الوحدة علشان ما يجيش في وقت ما متخذ القرار يبقى عايزين يعملوها وما يعرفوش تبقى الناس بتضغط عليهم بدل ما احنا النهاردة بنضغط عليهم علشان يبقى فيه وحدة تفاجأ بان الشارع بيدغط عليهم انهم انهم ما يعملوش وحدة ممكن اقولك انا مواجب بيك انت حبيبي يا خير يا سلام على التفاوش يا سلام على التفاوش الحكام حيبقوا عايزينو الوحدة والشعوب ممكن تضغط لطلهم لا بعض الفاصل نجمل ان شاء الله اشتركوا في القناة